معنا من واشنطن إيهاب عباس الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية أهلا بك معنا في مصر جديدة الصراع بين ترامب وبايدن دخل فيه مرحلة صعبة هل يمكن أن تقضي زلات لسان جو بايدن على مستقبله السياسي؟ هل ما حدث مؤخرا هي زلت لسان أم هو كذب مع صبق الإصرار والترصد بايدن بيعمله؟ أهلا بحضرتك أستاذ أينجي وأهلا بكل المشاهدين لا طبعا هو مش مع صبق الإصرار ولا حاجة هو الراجل يعني زي ما حضرتك عارفه يعني خلط عمره تقريبا 1-82 سنة وطبعا ما نقدرش إنه حاجة على العمر أي واحد حين بيوصل للعمر ده أكيد حين عنده زلات لسان الزاكرة ممكن تبقى أخونه إذا عرفنا نوصل أصل للعمر أهل نقول الرئيس المكسيكي بدل ما يقول الرئيس المصري ماشي بس نقول أنا اللي أقنعته يدخل المساعدات ده كذب لا دي حاجة تانية لا حروب تقصدي القصة دي تحديدا لا دي قصة تانية دي يعني ممكن تخضع لتحقيقات وأنا أتأكد بقى صحتها كذب ولا حقيقة دي قصة تانية أتكلم على ذلك المساعد هو المشاهد اللي شفناها على الهواء توضح وتبين وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك إنها كذب وكذب بين يعني أنطونيو جوتيرش شخصيا نجيه على باب معبر رفح وشاف بعينه اللي بيحصل لا كل العالم شايف مش بس جوتيرش هو اللي ما يشوفش يبقى أعمى صحيح أنا بتكلم بقوله حقيقة طبعا يا فكرة التحقيق يعني بتجاب بايدن كده والناس تقعد معاه وتفهموا غلطوا ويقولوا لها حد بايدن أنت النهاردة قلت كذا 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 والحقيقة إنه كذا 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 أنت ما عندكش جزء التخبارات بتنقل لك أخبارك ما عندكش خارجية بتقول لك ما عندكش وكالات أمم مرتحدة بتجيكوا تقارير بتعرفوا إنه بيحصل ما عندكش ما بتتبعش أخبار يوميا ما بتشوفش تلفزيونات كل الحاجات دي طبعا طبعا كل الكلام ده ترامب بيكسب نقطة على شساب زلات بايدن هل ده معناه اقتراب رجوع ترامب للبيت الأبيض؟ سوف يا سيدة إنجي يعني أنا بقول منذ اليوم الأول من الإعلان دونالد ترامب طرشوحه للانتسابات الرئيسة الأمريكية أنه سيعود وكل القرائن والأدلة بتثير في هذا الاتجاه بمعنى أنه كل استطاعات الرأي بتشير إلى أن الرجل متفوق على أسرانه في الانتسابات الترهيزية لحظة الجمهوري بتشير على أنه متفوق على جو بايدن فيما تعلم بالاستطاعات القاومية على مستوى الدولة الأمريكية كلها بتشير إلى تقدم دونالد ترامب بالإضافة إلى أن كل الملفات اللي بيتصدى لها جو بايدن وإدارته خلال قطرة حكمه من 2021 لغاية النهاردة كلها ملفات للأسف الشديد باقت فيها الأدارة الأمريكية بالفشل الذرية الذرية عند الجانب التحديد ولا تود أي أشياء حققاتها إدارة جو بايدن لا للمجتمع الدولي ولا للمواطن الأمريكي يعني الملفات الداخلية وخارجية تشفع له أن يتم انتخابه من جديد ولا مجلس التشريعي يعني نواب وشيوخ ولا حكام الولايات حتى من الديمقراطيين ولذلك أنا أتوقع أن الديمقراطيين هيختاروا خطارة كبيرة جداً في الانتخابات القادمة بسبب سياساتهم الفشل هل ممكن الحزب الديمقراطي يطرح بديل لبايدن الأم الجاية؟ بشوفي طبعاً ده هيكون خطوة انتحارية خطوة انتحارية طبعاً خطوة انتحارية انت النهاردة عملت تسوق لي بايدن لمدة ثلاث سنين وشوية وتيجي على آخر لحظة تجيب حد تاني اه أطير على آخر لحظة تقول لي بعلش بايدن نام هنصحي واحد تاني من عندنا هات يابني واحد للتلاجة فش حافظة طبعاً على ألها هيخله بايدن يبطل يتكلم في المؤتمرات العامة عشان يعني ما يبقاش فيه زلات لسان أو أكاذيب جاية يعني ولا البيت الأبيض هتصرف ازاي؟ حقولي حضرتك لو تلاحظي معايا يا سيدة ايجي منذ بداية تولي بايدن لغاية النهاردة زلات اللسان السادقة كلها تقريباً كان بيطلع البيت الأبيض بيعتذر عنها يعني مرة ندى على والدته اللي ماتت ومرة تكلم عن الرئيس متيران طبعاً اللي رحل عن علامنا من سنين طويلة أنا عايز أقول له عبدك اللي بيوصل لكم اللي بيوصل لكم ده يعني حاجات بسطة جداً لكن بايدن تقريباً بيتكلم كل يوم وبيلكم خطب كل يوم وإحنا بشوفه عندنا في القنوات المحلية أخطاءه أخطاءه كتير جداً فالبيت الأبيض ذهق يعني انك لو طرح بيانا ما أصده ايه؟ ده لست تتبعي حتلاقي ان البيت الأبيض بطل يطلع يقول ان الرئيس كان يقصد وما كانش يقصد أو الرئيس كان عايز يقول كذا بدل ما يقول كذا بطلق خلاص ليه؟ بانه خلاص اعرفوا انه هذه النقطة تحديداً أطبحت بما لا يبع مجال للشهر نقطة ضقف كبيرة جداً لدى جو بايدن البيموقراطين بيعاولوا على ايه؟ بيعاولوا على اعادة انتخاب جو بايدن وبيعاولوا على الشعارات اللي بيرفعوها والشعارات اللي بيرفعوها اللي هي الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان ومساعدة الرئيس كل ده سكت شوفنا الواقع على الأرض بيكذب كل الشعارات دي طيب ترامب لو كسب أنا عايز أقولك على حاجة مهمة لو تسمعيني بس سؤالي وسكر سؤالك عشان ترجعيني بي ثاني أنا أحبب أجاب على سؤالي أقولك على حاجة مهمة جدا فيما تعلق النهاردة بمسألة رفح والموقف الأمريكي الرافض وأنه بايدن بيقول أنه تصرفات إسرائيل جاوزت الحد وكلامنا طيب أليست هذه فرصة سانحة لنا تدول عربية أن تتقدم دولة عربية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار بوقف إطلاق النار مرة أخرى في غزة عشان نحط المسؤولية كاملة على الولايات المتحدة أنت النهاردة الجزائر عدوا في مجلس الأمن دلوقت يبقى أنت النهاردة تقدر لما أنا حرف بقرار مجلس الأمن بإطلاق النار لو أنت كأمريكا تتقدم حق النقل البيتو يبقى أنت كبايدن وإدارة يعمل بكية تشلين وكادبين أنتوا بتقولوننا النهاردة أنه إحنا فرقة الحد في خوافات إسرائيل في غزة طيب نقدم لهم مشروع القرار وعلى الله يعملوا فيتو عليه طبعا مدركين طبعا طبعا هو مش كل الناس كذلك يعني في فكرة والذكرة والصحة الزهنية واللياقة البدنية بس ترامب ترامب رجل مصحصح جدا بمعنى ترامب ده رجل عقامي ده أنا نفسه بنفسه ورجل أعمال وعنده كارزمة ودايماً مصحصح وبيحاول يحقق دايماً خطوات إلى الأمام في البزنس بتاعه النوعية دي من البشر هتلاقيه دايماً عندهم الأليرتنج بتاعهم عالي درجة الصحصحة والذكرة وكده لأنه بيدير إمبراطورية ضخمة أنا عجبتي الخريطة اللي عملها وكتب عليها مكسيكو بدل مصر وكتب إن المصدر جو بايدن ملعوبة بجاب دي يا ترامب بالضبط بالطبع بقول له ملعوبة يا ترامب والشابو صحيح صحيح احنا عندنا على فكرة الانميز بيش عملت كتير قوي على الموضوع ده هينا موضوع إنه الرئيس عبد الفتاح سيتي رئيس المكسيك وهناك مصالبات بضم المكسيك ومصر وهذا بالك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح سيتي فالأمور يعني يخدرها ليك طبعاً تعمل حاجات كامل ستير فعلاً هو جو بايدن للأسف الشديد يعني لم يعد يمثل الأمريكيين لأن هو راجل ذا يعني أنا كباطن أمريكي برضو أصلاً تعبت منه يعني ثلاث سنين اقتصاد ستاشل الفوائد على الأفراد اصبحت رهيبة جداً بجزء للمستثمرين تقارير الوظائف كلها صغير صالحنا التضخم رهيب جداً يعني الحاجة اللي كنت تشتريها بدولار بعد بثين دولار وهذا بالحضرتك ده أدى إلى أن المواطن الأمريكي بقى يشتغل وظيف ثان وثلاث عشان يعرف بقى سنوبة يعيش بسد فراتير وعلى تكري الأمريكان جايهم زي المصريين بيشقوا وبيتعبوا فيدهم الأفلام والحاجات بيشقوا وبيتعبوا نعم أشكرك يهب عباس كنت معنا من واشنطن صحفي المتخصص في أشهد الأمريكي والعلاقات الدولية فواصل ونرجع نستكمل مصر جديد